أم حيدار من واسط الله يساعدك أهلا وسهلا أم حيدار نورتنا بالتصالج الحمد لله بخير بتواصلكم شون صحتك الحمد لله تمام الله يحفظك أم حيدار تفضلي أسأل من الله أعلى شعورك إن شاء الله أجمعين يا رب إن شاء الله طوالي عندي سنين يومي أنا عندي سنين مسجونين على 28 نعم لأن مخبر سري يعني هلي هذا أنا أنتي جبتي هالمخدرات هل هي الأروس كبار نعم نعم يعني من عرضوا من يطببها نعم يعني هم كانوا مخبرين سريين هم مخبر سري اللي واحد من قول دي راح آآ تمام وواحد من بيتي هما كان مخبر سري جابه من الباب لهنا طبب وفتشه طلع أو ما خلو شي ما دوره ما لقلو شي شاء الله ومشهول يما عيني ما عنده شي يقول لي هذا مو شغلتك شنوه مو شغلتك أمي صارهم مش قد مهجونين انحكم عليهم وذاك صار لخمس سنين وثلث شهر نعم طيب بقضية المخدرات القضية المخدرات هو من يطببها يعني هو من يطببها غير الروس الكبار يعني انت اليوم طالبين الحكومة بالقضاء على الروس الكبار نعم 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 اللي ممكن يكونون هما يعني جيل المستقبل ممكن نستفاد من هذه الطاقات الشبابية ففعلا ممكن نشوف يعني تفعيل هناك تفعيل قوانين وأيضا تجديد الرقابات ممكن أيضا تساهم في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات مجلسة